كل بطل في حددته بيواجه سراعات سراعات مع الأقدار سراعات مع محيطه سراعات مع نفسه أكبر سراعات واجهها عسيلي في حددته كانت مع مين من دول؟ أكبر سراعات على المستوى الشخصي أن أنت تلاقي السعادة الحقيقة وده كان سراع وما زال السراع مستمر وفي الحياة المهنية أن أنت إزاي دايماً تفضل محافظ على نفسك وأن أنت ما تخسرش السبب اللي دخلك أصلاً المجال ده أن أنت تعمل حاجة فعلاً أنت بتحبها وتبقى راضي تماماً عن كل حاجة أنت بتقدمها وفي نفس الوقت بسراع النجاح إزاي هتفضل ناجح وإزاي هتفضل متجدد وإزاي تقعد دايماً تفكر هتعمل إيه هتقدم إيه فده سراع مهم جداً 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 ما تخسرش نفسك بيبقى صعب أنك تعمل حاجات شبهك جداً وتفضل ناجح أيها طبعاً صعب جداً الفكرة أن أنت إزاي تقدر أن أنت ما تبقاش متجمد لازم تفضل متجدد وتتعلم من أخطائك ولازم تبقى يعرف الحاجة اللي أنت بتعملها ما بتنجحش ليه عشان تعرف أن أنت تكمل ما ينفعش بقى حواليك مطبلطية الله يا نجم الله يا فنان أنت جامد قوي تكسرت الدنيا لازم تبقى أنت عارف أنت بتعمل إيه ولازم تبقى متصالح مع نفسك 100% فأنت من الحاجات اللي بتعملها بتختار الناس اللي حواليك كويس قوي والله هم يعني يعني هم الناس اللي حواليه ما بيتغانوش أو بتختار تسمع لمن كويس طبعاً وبسمع على طول وببقى ودايماً ودني مفتوحة وعناية ودني مفتوحين على الآخر عندك صراعة مع العصبية؟ مع الاندفاع؟ لا مش جزء من شخصيتك بتحاول لا 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 خالص لا أنا مش من نوع المندفع لا بالعكس خالص كل مواقف العصبية اللي اتحسبت عليك دي مش اندفاع؟ على فكرة مواقف العصبية دي هي ما كانش عصبية وهي بجد تفهمت غلط خلي بالك الحاجات كانت اتخذت مش في مكانها الحقيقي بالعكس والموضوع كان كله بيست من اللي اللي تعلمته إن الأقوال مش بالنيات ما حادش عارف نياتك الناس بتشوف زي ما يقوله على المسرح تعسيلي انت عملت حاجات برضو بشوفش الكواليس عملت ايه طب ما تحكيلي عملت ايه؟ لا يعني مثلا يعني مثلا في العصبية مثلا الموقفين بتوع حفلتك معروفين والناس كلها اتكلمت عنهم فده عصبية رد فعل عصبية بالعكس أو حد تنس دلوقت بالعكس خالص يعني عندك لحظات بتطلع منك لا 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 خالص بالعكس أنا الموقف ده مكانش يعني لو الموقف له حقيقي والناس شايفه الموقف كله هو مش موقف عصبية بالعكس هو موقف ان انا بقول لواحد من المنظمين اللي هم المفروض ان هم يحفظوا النظام ان هم بيحفظوا النظام وبقى اتكلم على ان الناس دي من حقها كلها ان انت تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي ده فرحت واخدها اتخدت في حتة مغرضة واتخدت واتكبرت جدا 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 واتخدت وبعدين غير على مصر غير على مين هم وبالعكس انا رديت رد ان هو انا بالنسبالي واعتذرت بس انا بتكلم عن تركيبة شخصية عيسالي انا بتقول لي ان انا ما اعتذرتش كمان بجد اعتذرت قلت انه يعني صلحتها بطريقة ما قلت انه انت قبل ما انا شخصيا كده قبل ما تبقى انا شخصيا كده وانا والدتي كده اي بزفت انا مش بتكلم عن الفكرة انا بتكلم عن انت وحد بيين البلد هم يعني فانا بالنسبالي ده مش ندفع بالعكس دي حاجة انا بفكر عارف انا قلتها كويس قوي ليه هم وعارف انا قلتها ليه ومعنديش اي ندم عليها خالص بالعكس هم وانا قرع وقصير يعني انفهين هم ساعتها برضو ساعتها قلت كده برضو قلت حاجة كده ايوة يعني قلت حاجة شواهد خالص لا بالعكس انا مش منو اللي هو مندفع ومش عارف انا بقول ايه انا مش بنقدم غلط هم مش شخصيتي مش هتعصب اقول اي كلام لا بالعكس خالص 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 مش اللي ممكن تفلت منك في لحظة تعصب ايه لا 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 حتى لما حتى بتعصب انا ما بحبش اجرر حد قلت انو انت بتغني في حفلة بتقرى شفايف الناس ده حقيقي ده حقيقي وفي الافراح في الافراح بالذات لان الافراح بيبقى الناس قريبين مني بيبقى اقل من اللي في الحفلة ايه فا بقرى شفايف ازاي بتعمل كده وازاي بتركز في الغنى وانت بتقرى شفايف الناس عادي لا بس معنا اكيد مش اقرى شفايف في كل الناس بس يعني في وسط البرفورمانس ممكن اقرى شفايف وابعرف وابفهم شوها في البادي لانجوج فبقى بتبقى لزيزة يعني تبقى فان